وغيرها في مجلس 2009 لما كان هناك استجواب لسموه رئيس مجلس الوزراء أن ذاك الشيخ ناصر المحمد تشكلت كتلة سموا نفسهم إلا الدشتور وأذكر إلى الآن كانت اجتماعاتهم في موقع اللجل المالي اللي كنت أنا رئيسها فكان لازم يخضون إذني حتى يسوون اجتماعاتهم يجتمعون ويقولون إذا أحد جرب صوب الدشتور هذا معناته لا يريد الخير للبلد وهذا إنسان متحامل على الكويت يا سبحان الله وتأتي الأيام مجموعة من مجموعة إلا الدشتور أهم يطالبون بإقصاء الدشتور القضية مو إنه تعديل لأنا ما أشوف هذا تعديل يعني أشوف واحدة من الأشياء أنت شلق صلاحيات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بالكامل يعني لا عنده دور في تعيين رئيس الوزراء لا عنده دور في محاسبة الوزراء الحكومة تشكلها الأغلبية في القائمة الفائزة من قاعدين نحن لا يكون عبالنا حزب البعث في الإعراق أيام قبل اللي الحين هذا انتهى وراح محترامي وتقديري لهم بعدها حتى تعديل الدستور أنت لازم تمشي في القنوات الدستورية لاحظ بعضهم كانوا نواب سابقين محترامي وتقديري لهم يظلون زملائي سابقين أقسموا بالله ترى أقسموا بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطني وللأمير وأنا أحترم الدستور وقوانين الدولة أنت ما تقدر تغير كردستور إلا لما نكون عنك ثلثين المجلس وموافقة صاحب السمو والأمير أنت ما تبيت كل هذا ما تبي تبدش على طول بالتنقيح ما يصير ولذلك محترامي وتقديري للأخوان الأفاضل لكن يبقى لا نستطيع أن نقدم على شيء مخالف للدستور ومخالف للقائمة